ترجمة نانسي قنقر والفنينة أصالة شوف حقلك شغلة أنا حكيت قبل يعني معروف هيدا الشي إذا بتفوت على الأرشي بتشوفي عرث الأميرة ريمة بنت الأمير سمو الأمير ووليد بن طلال كانت أحلام وأصالة اتنينتهم بدين نغنوا بالعرس أوكي فكانهم خاصمين يعني كانهم خانائين قبل ما ينزلوا على الحفل أنا عند أحلام كنت عملت تليفون ودقيت لأصالة وصالحتهم مع بعضهم هيدا اللي عم تشوفوا كل ياتهم هيدا فترة أنا بنا رؤيتي بيخدمون تنيناتهم أعلاميا لكن تنيناتهم حيرجعوا تصالحوا فهيدا يعني هيدا هيدا متن ما قالت من ربع قرن وهنين بعدهم صالحوا بيتخانقوا وهايدا بيساعدهم على التواجد لأنه اليوم التواجد مش بس صار مطلوب من الفنين غنائيا يعني حتى بنشوف كتير فنانين ورائب انت بتلاقي كتير فنانين بيحكوا عن اشياء اجتماعية ايام اشياء اه 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 بيحبوا يكونوا ترندي بيحبوا يكونوا بيحكوا عالم الحيوانات بيحكوا عن اي شيء اه اه لأنه التواجد وهيدا ذكا منه غلط التواجد كتير مهم للفنان بعصر السوشال ميديا فا اه مش كل الوقت الفنان رو تطلع او الفنان يقولك انا عندي غنية وعندي حفلة فالتواجد موجود وهيدا الشي اللي صار بين احلام يمكن خلاف احلام عفكرة قلبه طيب اه اصلا كمان قلبه طيب اه مع انه بعدتلك الصولة هدك اليوم مع اناس لما اجع كتير فواكة الفواكة اللي بتحبيه باللبنان بس ما قلتي لي تانكيو لابعدتلي حتى امسيج قلتي لي تانكيو بس ما بأس في عطب علي لا ما في عطب هلأ قريمة طالع على مصر وان شاء الله حشوفها لأصولة فانا بقول هالخلاف بينتهم اكشن وحيرجع يتصالحوا لانو قالوا انتنينتهم مصالح مع بعضهم يتصالحوا من اي ناحية ما عندهم مصالح مع بعضهم يتصالحوا وهنا ما بيكرهوا بعضهم بس بصير منواشات برأيك بوجود منواشات مش اكتر اللي بين اصالة واحلام هنن شوية منواشات وحتنتي وحيتصالح وعرفت كيف لكن هلأ بيخدمهم بالمقابلات التليفزيونية بالاشياء صار في موضوع الناس تعرف الحشرية شو صار بدنا نحكي كمان عن اعتزال الفنانة اليسا يلي عمل ضجة بين المتابعين وعم بيقولوا انه يمكن السبب بعود لشركة الامتاج وحاسي يعني بتعرف انت كيف صارت القصة شو تعليقات عن الموضوع شو حقلك شغلي اليسا نجمة كتير كبيرة ومش ناطرة شهادة حدا وهي بتعرف حالة قدي قوية وهي كتير انسانة زكية اوكي لكن اللي مرأت فيه ايا فنانة بيمرو انا مرأت في فترة حالة اكتئاب احباط اوكي هلأ شو السبب وبشو اللي مرأت فيها مو بعرف من شركة الانتاج مثل ما حضرتك عم تقول او غير الانتاج انا ما بتصور انو شركة الانتاج ممكن يعني تخليها تاخد قرار اليسا اليسا الف شركة بتتمنى تنتج لها طبعا هي وروتانا عندهم مشوار من النجاح وروتانا وهي شخص واحد لكن الف حدا بيتمنى يانتج لأليسا او يعمل يكون شركة انتاج لأليسا هيا اولا اتنين هيدا اللي عبشوفه على السوشيال ميديا عن جد صار معيب كرشك طالع كبرتي هاولا الاشي عايب عايب نحكي فيها هيدا التمرد والمسحر على العارض عن جد عايب لانه مش منطق بقى يعني كل حدا فيه الكمال لالله يعني انت ما فيك شي مش حلو او شي احلى من من غير اشياء فما فينا نحنا كل وقت نكون هالقدي يعني عنا هجوم على أليسا خان نطلع على الاغاني لقدمتها على الاحساس الحلو اللي عملته على النجاحات اللي عملتها كالبنانية وكنجمة عربية على على الادهية قوية على السوشيال ميديا فأنا بلاقي هالاشياء غايمة بتمرو انت يا أليسا نحنا بنحبك وحظننا نحبك وانت كبيرة ونجمة كتير 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 كبيرة بقلوبنا وبالعالم العربي جوم نعرف علاقتك بالفنانة هيفا وهبي كانت قوية بالبدايات وما زالت وما زالت قوية خلال فترة هذا كلام بركتلي بالالبوم ونزلته عنده وعملت لي رتويت ودايما بنحكي مع بعضنا يعني لأ هيف حبيبة قلبي تواصلت معه خلال فترة كتبت الله لأنه يعني يعني أنا بعرف من حالي لما لما تكون أنت مشهور مثلا أنا اليوم على البيج عندي على الانستغرام في حدا هو اللي بيرد أو على الفيسبوك أو على الاشياء أنا تويتر بس صراحة أنا اللي مسلم تويتر على الرسائل ففي ناس كتير بيكتبون واوه ما مصدق انت رديت ما انت رديت يعني ما فيك أنت اليوم لما تكون إنسان مشهور تقدر ترد على كل العالم يعني لما هيفة مرأت بأزمة أو ما كانت مرأة لأزمة الصحية فما في كل العالم لو تحترد على كل العالم وتقلها أنه صح ولا مس صح ولا هيدا نطرت لطروق الهيدا وحكيت قلت لها نشوف بعض ما قلت لي قريبة نشوف بعض فبشوف هيوف بصور لكون وقال لك هيوف أنا وياها ونبعث لك لها بعدين حتى لو مرضت هيفة كلاتنا معرضين نمرض كلاتنا معرضين نمرق يعني نكون مضيقين وكل هذه الأشياء ممكن تمرق يعني بتصير الممثلة شكران مورتا جاكا بنعمل تضججة على السوشال ميديا بتصريح لما قالت أنه هي بتتمنى الموت لتروح على الدنيا الثاني وتلتأى بالأحباب تتمنى الموت موضوع والانتحار موضوع وتلتأى مع ناس أنت بتحبهم يعني معنات أنت راضي ضميرك وراضي ربك وعارف أنه نهايتنا الموت وحب بالأخير حنموت وهي شافت أنه حتشوف الناس اللي بتحبها فهيدا أنا ما شفتوا غلط هلأ إذا هي قالت بتمنى الموت يعني مايرقى بأزمة وكل ياتنا منمرق فيهم منمرق بهالأزمة أنا أيام كتير قدية بتشوفني مبسوط وهيذا لكن أيام بمرق فيهم وبتمنى الموت بتفكر بالانتحار لا ما أفكر بالانتحار شيف لو الانتحار دينيا مش حرام حر كل إنسان بيحط نهاية لحياته بالوقت اللي بده لو مش حرام لكن ديننا بيقول وقتر الديانات الانتحار حرام فأنا ضد أنت شخص متدين أنا مش متدين قد ما أنا إنسان مؤمن وبخاف ربي وبقول أنه اللي بيقوله ربنا أكيد هو الصح ومشي عليه بقناعة مش أنه بمشي عليه لأنه هيك لا مقتنع أنه ما فيك كلمة تمره أنت بأزمة أو شي تفكر أنت تنتحر لأنه لو انتحرت ورجعت يمكن قلت ياريت ما انتحرت لأنه هيدا أزمة ستمره لكن في ناس مرضى في ناس كبرت بالعمر ما بعرف في ظروف أنه بيقولك أنا بدي حط لهون خلاص يكفيني لهون بدي عيش ما بق بدي عيش أكتر من هيك أنا قررت أنه حط نهاية لحياتي أنا طب ما فكرت يومًا ما في ناس بتتفكر هيك بس شخصيا أنا لأ بترك حياتي معلق بين بين إيدين بالعودة لتصريحة شكران يعني حشوفوا حشوفوا ليه مش مستعجل هالأدنين يعني الوالدي وكل اللي بحبون وكل اللي إن شاء الله الله يجمعنا فيهم بالجنة إذا الله كتبنا الجنة وإن شاء الله ببسع على هيدا الشي حنشوفهم حنشوفهم فمني مستعجل وخاصة أنه أنا الحمد لله مبسوط بحياتي مبسوط بنجاحاتي مبسوط بالناس اللي بتحبني هلأ ما ما فكر بهالمموضوع أبدا بالوقت يلي كان في شوية اشتباكات بين العدو الإسرائيلي وحزب الله على الحدود الفنانة نجوة كرم قررت بها نهار تصور كليب أغنيتها بعشق تفاصيلك لايف لايف بلبنان ووزعته بكل بعدة مناطق لبنانية شو تعليقك على الموضوع أنا بمعرفتي ببسة نجوة أدي يعني سيدة بمعنى الكلمة بتحب لبنان طبعا محبتها للبنان وخلاصها للبنانيتها أكيد ما كانت قصدها وتحضير التصوير ما بيجي بيوم وليلة بيكون محضر له قبل بوقت وطبعا لما الحزب قرر يقصف أو إسرائيل قررت تبعط طيران ما كانوا أعطين خبر لا لا نجوة ولا لحد صح فهيدا الموضوع سائبت بالظروف هيك بتوقع وقالا ست نجوة أكبر ما أنه نحكي عنا وعلى اللبنانية ومحبة للبنان سمعنا جوفي فوزير عم تتحضر صراحة عرض علينا فكرة فوزير ما أعرف كيف هلأ رابي بيقول لي عم نحكي عن كل شيء عم نفكر بالموضوع بس أنا صراحة أنا بحب الفوزير على ستيل الفنانة شريهان أكيد لا شريهان يعني يمكن يكون الشو لك اللي عملته شريهان ما ممكن حدا يعمله وبعد هنا هي عملته كسيدة نحنا يمكن نعمله أو الفكرة اللي قدمونا إياه هو فيه شو بس أنواع رأس جديدة يعني مثل ما قلتلك نفس المعتمد اللي احنا اعتمده بالشو والشباب والشباب واللي الناس بتحبه لكن طبعا نحن حافظ على أسرنا ورقصتنا ودبكتنا اللبناني رح راجعك شوي جولة وراء لما شوي أخدت موقف ضد الفناني ميريان فارس لما صرحت عن مصر وقالت يمكن شوي أنه صار أجرة غالة على المنجين بمصر اليوم بيغير موقفه جولة شوف هو لما أعلنت هيك أنا كتبت بس بعدين لما شفت وضعها الصحي وكيف هي عانت وكيف يعني قضت صراحة تعطفت معه وقلت ياريت ما كتبت هيك لأنه كالبنانيين وكإنسانيا وكأخلاقيا وكفنانين نوقف مع بعضنا وخاصة بالحالات المرضية أو بالحالات الإنسانية بس طبعا هي تصريحة ما كانت موفقة فيه وحتى لما جاوبت كمان ما متوفقت فيه وحتى إليسا ردت وقالت أنه أنا مستعدة يغني ونزلت نص أجري يعني صار قصة ما بدي أرجع أحكيها بس أنا يعني ما كان يعني زعلت من نفسي ولمت من نفسي أنه هي ميرأة بأزمة صحية ما كان لازم أعمل هي سوري مرمورة أنا بحبك وحققك علي الواضح أنه الطاقة السلبية خلينا نقول شوية مسيطرة من ناحية ما على الساحة الفنية ما في بس خلاف بين الفناني أحلام والفناني أصالة وكمان مؤخرا نشدنا خلاف بين الممثل باسم يخور والممثل لما صرح باسم ببرنامجه هاجم حكي عن طريقة أكله لأيمن رضا ورد عليه أيمن رضا أنه خلص ما بقى تستغل اسمي بس لتروج لعملك بي تصريح على الفيسبوك أنت شو تاليقك على الموضوع شوف حقلك شي أيام فين كتير نجوم وكتير فنانين بيعتمدوا موضوع الإسارة اللي نحكي فيهم يعني لو ما حكيوا ببعضهم ما أنت اليوم ما كنت عم تحكي فيهم لكن مش معناته أنه هنم بحاجة للشهرة باسم كتير نجم كبير وريضا نجم كتير كبير لكن بين الزمل أيام بيصير سوء تفاهم بيخدمون وبكرة بيرجعوا بيتصريحهم يعني بنأيك بعض الشخصيات الفنية اليوم بيستغلوا هالمشاكل بس ليدال إسمهم متداولة أنا ما بقول موضوع استغلال قدمة موضوع ترويش يعني اللي نحكي فيه ما أنه هل قدي مؤذي يعني لحتى أرى نقالت أكشن بينات بعضهم وبكرة بيصير صلحة بدنا نحكي شوي عن حياتك العاطفية جو نعم بعد فكرة الزواج قائمة والله بكلب فاطمة إن شاء الله حيكون فيه لك سكو ما حقلك أكتر من هيك شو هي الفتاة فتاة أحلام الجورعد ما حقلك أكتر من هيك ما رح تخبرنا أكتر لا ما حقلك تفاصيل أكتر من هيك لكن إن شاء الله لما يخلص الكليب قلك مني سكو يعني فيه علي قفيت فيه جو فيه سكو ما حقدر أحكي أكتر من هيك بس دخل جورعد على عالم الفن قال له عليقاته من أي ناحية مع الشخصيات الفنية يعني نحنا بنعرف لما أنت لما كنت تعاون معهم من ناحية الشعر كان في عندك علاقات قوية بس دخل جورعد على بعدني علاقاتي كتير قوية مع الكل بس أنا صرت أختار مع مين بدي أشتغل بعدني بشتغل مع السيدة مجيدة الرومي اللي بحبها كتير وبكني لها كل احترام وبتقول جو معي حدي وين ما بروح وطاقة إيجابية وذا بويس عم بهتم وكل الوقت مع حبيبة قلبي هاي عمري أنا فانزلة الديفا سميرة السعيد بس بكل بكل شي بحياتي هي دايما مرجعي ثلاثة أشخاص بحب ميوزيك تعولون سميرة من الناس سميرة السعيد من الناس يلي أنا متابع وغرامي شي ميوزيك اسمه سميرة السعيد ووعدتني ماذا لك هاي إن شاء الله بين عشرين واثنين وعشرين بالشهر سيكون بمصر والأغنية المصرية أو أغنيتين ستسمعون قريبا بصوتي سيكونوا من اختيار الديفا سميرة السعيد عم تتلقى دعم منها قوي أكتر من قوي هي أكتر هي أول حدا وقت قررت غني هي أول حدا غنيت قدامه وما قدرت غني قاتلي إذا مش قدرت تغني بروم يعني وجهك هاي ده ترى حغني قدامك واليوم دعم لألي إنه حتختار لي أغنيتين من اختيارهم دخولك على عالم الفن منزع زعت شوية شوية علاقتك مع بعض الشخصيات الفنية خلينا نقول يعني بعض الشخصيات الفنية أنا اللي بيشتغلهم واللي أنا بحبهم وعلاقتي معهم قوية بعضها مثل ما هي لكن فيه إشي بالحياتية بتتغير ما بيكون بقى عندك وقت تتغير شوية حياتك بيصير وقتك بتفضل تعطيل الناس اللي أنت بترتاح معهم مش بس أنك يعني تشتغلوا بس كمان اليوم حلو أنك تشتغل مع حدا أنت بتحبه يعني كان دائما أصالة تقل لي أنه مش المهم هيدا الشخص يكون كتير كتير شاطر قد ما يكون كتير كتير بيحبني لأنه لما يحبني حيشتغلي من قلبه يعني يوم كل اللي بينتقدوني بقلون الله يسامحكم وطبعا فيه كتير انتئادات أخذتها بمحمل الجد واشتغلت علي تأدم فيه أرضي كل اللي بيحبني كيف يشغلت علي يعني فيه إشياء خففتها حتى بالستيل بالجنون فيه إشياء يعني فيه إشياء كتير تغيرت بحياتي فيه انتئادات كانت بناءة ومعون حق وفيه كان انتئادات يعني مرأة مرور الكرام عرفت كيف لكن الأهم من هيدا كله محبة الناس لألك اليوم اللي ما جيت لعندكم على التيفي أكتر اللي يعرفوا أنه أنا موجود كله إجا تصور معي وكله بيحبني وكله مرحب فيه فهيدا المحبة هي كنزة الإنسان لكن إنك أنت ترضي كل الناس ما حدا بيقدر يرضي كل الناس السلام عليكم